السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم اخوان اخوات مرة من اخرى على قناة الاستاذ اذا كيف موعدناكم في الفيديو اللي فات تكلمنا على التقديم يعني التقديم يعني او التعريف بالنفس امام الجناة الشفاوي يعني الاجابة على اول سؤال امام الجناة و قلت لكم غاد نجيب لكم البرزنتاتيون ان فرانسي يعني امام اللجنة اللي قال لك قدم راسك باللغة الفرنسية الان غاد نبدأ اول حاجة سيقول لك برزنتي فو ستتبدأ بالاسم ديالك هو اللوي جو مابيل فلان بن فلان يعني غاد نتبدأ بالاسم ديالك ان اكتبها لكم باش تكتبوها وبالتالي غات تعقلوا عليها مزيئ جو مابيل جو مابيل مثلا اكس محمد يعني إبراهيم سعيد مصطفى الاخيري جو مابيل فلان بن فلان ثم غاد نتقل المرحلة التانية جو سوي ني يعني تاريخ الاسدية ديالك جو سوي ني ل ل غاد نتقل مثلا لتخاند لتخاند مثلا دو ميل دو ميل هذا غير مثلا ا ا ا مثلا المدينة ديالك مثلا بني ميل او لا اكازا امراكيش اه الى اخر من بعد غاد نتقل المرحلة الموالية هي فين كتسكن حاليا يعني جابت جابت يعني حاليا جابت جابت نتقل المدينة فين كتسكن دابنت حاليا امثلا اكازا مثلا او لا اغاضا مثلا مثلا ومن بعد عاد غدي تدوز الديبلوم اللي عندك انت و اول ديبلوم اللي غاش بدا بيه هو البكالوريا ديالك جابتوني من بكالوريا ا مثلا سيانس فيزيك او لا سيانس يعني ال اكس او لا سيانس يعني غادي تقول البكالوريا فشدية علمية ادبية الى اخرى ثم ان ان دو ميل مثلا ان دو ميل سيزة ان دو ميل يعني غادي تشوف انت انت شدية البكالوريا ديالك جي بكالوريا بكالوريا يعني في سيانس اكس مثلا سيانس اكس سيانس فيزيك تخصص ليش اللي جديش يفعل يعني اللي بكالوريا ديالك ان ان دو ميل مثلا ان دو ميل ديس أو بيان ان دو ميل ديس مثلا ديبلوم الموالي هي الاستيقل اجي امام ما ديسانس اما يعني مع لسانس. وغاديش قول برانش او لا. قولوا مسلا برانش. يعني لابرانش ليش ديسي فيها لسانس ديالك او لا سبيسياليتي اللي هي التخصص الى اخيري. برانش مثلا او لا سبيسياليتي على السبب تفش ديالك. يعني تخصص ديالك. برانش مثلا جيوغرافي او لا الاسطور التاريخ او لا السيانس فيزيك او لا مثلا. كل واحد فشد يعني لا لسانس. لا لسانس دياله. عاد غاديش قول لابرانش او مثلا دو ميل. مثلا. الفين وسبتاش مثلا. الفين وثمنتاش. الى اخيري. عاد غادي تدوز تاني اللي زيكسبريانس اللي عندك. يعني غادي تقول اي لعندك مثلا شي شي هاد اخرى من غير من غير هاد الليسانس هادي. مثلا عندك لسانس بروفشيونيلي. جي اوبتوني ما لسانس بروفشيونيلي. برانش او لا. مثلا. او لا مثلا اي حاجة شديتي فيها لتخصص ديالك. تخصص ديالك. وغادي تقول ثاني. يعني لادات او لا التاريخ ليش بديتي فيها يعني الليسانس ديركم. وبعد اللي عندك شي ما سطر نفس شي. غادي تقول. يعني الجي اوبتوني اللي آخيري. ثم غادي تزول لديكس بروفشيونيلي. او مثلا الديكس بروفشيونيلي اللي ادوستي مدلا في الديكاسيان. او اللي ادوستي شي 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 اتجاج او شي حاجة بحلقية. يعني التجارب اللي عندك انتظر. مثلا بالنسبة الناس اللي عندهم. عندهم مثلا في المجال للتعليم من الناس الذين يقرأوا في البريفي الذين يدروا سواء مثلا إضافية الذين يقرأوا في شجمعية الذين يقرأوا في الاخرية مزيان باش تذكرها يعني باش هومات يعرفوك بالانتظار جا عندك واحد في المجال للتعليم يعني احنا هاتقول جا اكي بامال دهكس بريانس دون سو دومين دي دوكاسيون دون سينيوم وغادي تقول البلاسة فين فين خديثي او لا فين درسي هذك التجربة ديت مثلا جا اكي بامال دهكس بريانس مجال دون ان يفهد المجال للتعليم سو دومين دي دوكاسيون دون سينيوم دون لوسيكسور يعني غادي تقول عندي تجاري في هاد المجال ديال التربية والتعليم وعندك دون سيكتور غادي تقول سيكتور فين درسي يعني اما دون سيكتور بريفي بالنسبة للناس دون سيكتور بريفي بالنسبة للجمعيات الاخيرة يعني هذو هم تقريبا تجاريب يعني هذي هي يكون مشكلة حيتاش مؤخرا قالوا بالنسبة للناس اللي خدامين في البريفي ما غاديش يتقبلوا في يعني في العمومي لذلك باش تكيفيتين تها المشكلة ما تقول ليوم راني خدام تماما يعني ما تقول ليوم حاليا راني كان تماما دونك الحاجة اللي غادي تسبق بيها هي كيف ما قلنا أول حاجة جو مابل اكس جو مابل محمد بن فايدا هذي غسمية درسي هام الرأسي ما عاش باش كينا ولا ما كيناش جو مابل محمد بن فايدا جد 때 كان نو في البلد بن من ایملل آكازة لحاجة أثان أعلم آقلا من م découv跨لاثة عن سائل نجارب جعب على طفرق ality من في العملاء سائل شريط لنا أتعلم sin學اключون سنة عبر في المدد pharmد لدي ك熟عات جداً في الإنسانيات في المنظم الاكول وحتى سنة أبداً كيف تتعلم الممكن الممكن أن تدعك في المهم دلت تكتب على البحث ودتعود ودتقوم بإمكانك المشاركة كيف تتعلم وكره إذا كنت أقول لك عنه فرانسية مثلا ستكون قد أعرف ما هي الأطباء التي تتضمنها ما هي الحوايج التي تتقدم ما هي الحوايج التي تقول ما هي الحوايج التي لا تقل لكي لا تكون لا تتعرف ما ستسبق أو تتلفون لك مثلا أو الأعيان ما ستسبق هكذا ستكون موجه درسك سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية وكيف أخبركم إليك أنت مسيطر من أول سؤال يعني جاوبتي عليهم مزيان أول سؤال دي اللي جنات جاوب عليهم مزيان أرى كل شيء غادي يكون مزيان يعني كل شيء الامتحان ديالك أو الشفاوي كامل غادي يدوز مزيان ما عندك مناش تخاف هذا شيء اللي كان في لاب فيديو إن شاء الله تسنونا في لاب فيديو الجاية إن شاء الله على الامتحان الشفاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته